الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونسأله المزيد من فضله ونسأله توفيقاً وهدايةً وصلاحاً وسداداً كما نسأله فهماً لكتابه وسنة نبيه وعملاً بهما وتحكيماً لهما في كافة أمور الحياة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريماً كثيراً أما بعد فإن خير ما يتم تدارسه بعد كتاب الله جل وعلا هو السنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصح كتب السنة هو صحيح الإمام البخاري ومن هنا فإن الاعتناء بهذا الصحيح والاهتمام به ومدارسته من أفضل القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا وفي هذه المجالس نتدارس كتاب البيوع من مختصر صحيح الإمام البخاري ورحمه الله تعالى وأسكنه فسيحاً جناته فلعلنا نسمع عدداً من أحاديث هذا الباب لعل الله عز وجل أن يتفضل علينا بأن نتقرب إليه بفهم هذه الحاديثة نعم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم اخفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت ومن كان غنياً فليستعفه ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيراً أن يصيب من ماله مكان قيامه عليه بالمعروف أم قول عائشة رضي الله عنها هنا تفسير لهذه الآية والظاهر أنها إنما تفسره بما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ومن كان غنياً يعني أن ولي اليتيم الذي لا يحتاج وليس عليه ضيق في معيشته وموارده تكفي لاحتياجاته فليستعفف أي ليبتعد عن أن يأخذ من مال اليتيم شيئاً وأما من كان فقيراً بحيث إن موارده لا تكفي لاحتياجاته فليأكل بالمعروفة يعني بما يتعارف الناس عليه بما يتعارف الناس عليه وفي هذا دلالة على إعمال العرف وأنه من القواعد التي يرجع إليها في تقرير الأحكام الشرعية وقولها أنزلت يعني هذه الآية في والي اليتيم بمعنى أن والي اليتيم هل يجوز له أن يأخذ ممال اليتيم شيئاً مقابل ولايته فجاءت الآية بأن الولي الغني لا يجوز له أن يأخذ ممال اليتيم شيئاً قالت أنزلت الآية فيها ملاحظة أسباب النزول عند تفسير الآيات القرآنية قالت أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله يعني أنه له القيام في ماله فيتجر فيه ويعمل إن كان فقيراً يعني إذا كان ولي اليتيم فقيراً أن يصيب من ماله يعني يأخذ جزءاً من المال مقابل عمله الذي عمله بما يتعارف الناس عليه كأجرة لذلك العمل قال مكان قيامه عليه بالمعروفة وفي هذا بيانوا أن الوصي لا يتصرف في مال اليتيم إلا بما هو أحظ له نعم بسم الله إليكم قال عن جابر رضي الله عنه قال إنما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قوله قضى رسول الله فيه بيان الحكم القضائي الذي كان يصدره رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا دلال على تولي النبي صلى الله عليه وسلم القضاء وقوله إنما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن الراوي ينقل بعض رواياته بالمعنى فإنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فنقله بصيغة قضاء وقوله قضى بالشفعة به إثبات الشفعة وهي انتزاع الشريك لحصة شريكه متابعها لرجل أجنبي والشفعة تثبت في الأموال المشاعة تثبت في المشاعات ولقوله هنا ما لم يقسم وأما ما كان مقسوما قد اختلف أهل العلم في إثبات الشفعة فيه فالجمهور قالوا لا شفعة فيه لهذا الحديث حديث الباب في قوله ما لم يقسم وذهب طائفة إلى إثبات الشفعة بالجوار وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة بينما قال آخرون بأن ما فيه منافع مشتركة بين الملكين فإنه يثبت فيه حق الشفعة وقوله في كل مال جمهور أهل العلم على أن المقصود بذلك العقارات وأما غير العقارات فإنه لا تدخلها الشفعة وقوله فإذا وقعت الحدود يعني إذا تميزت الأملاك وأصبح كل واحد يعرف ملكه فحينئذ ينتهي حق الشفعة لأن المنافع المشتركة قد انقطعت بينهما وفي هذا دلالة على أنه إذا تمت الشفعة فإنه لا يحق لأحد الرجوع فيها وفي هذا الحديث دليل على تقسيم الأملاك العقارية على الشركة وفي هذا أيضا وضع الطرق بين الأملاكة بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهداءة المهتدين رزقني الله وإياكم إقبالا على العلم وإبعادا عن المعاصي وأنسأله جل وعلا أن أرضى عنكم رضا لا يصخط بعده أبدا كما نسأله جل وعلا أن يملأ قلوبكم من الخير والتقوى كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا وأن يجعل عاقبتهم في الأمور كلها إلى خير اللهم يسر لهم أمورهم وتولى جميع شأنهم بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين